اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني انما اتخذته مملكة البحرين من خطوات سباقة وريادية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي ومنها اطلاق الحزمة المالية والاقتصادية جاءت بفضل حكمة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحرصي ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين منوها معالي في هذا الصدد بالبيان الصادر مؤخرا من صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي قامت بها مملكة البحرين وساهمت في الحد من الآثار المترتبة على تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وضاف معاليه أن العملية التنموية في مملكة البحرين ترتكز على القطاع الخاص كمحرك رئيسي لها لذا كانت الاستجابة المالية السريعة لدعم القطاعات الاقتصادية بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة إجمالية تفوق أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار بحريني بهدف إسناد القطاعات الاقتصادية عبر ضخ السيولة اللازمة لها وشارم عليه إلى أهمية استمرار وتضافر كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لصالح الجميع اشتركوا في القناة